أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولده سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم القرآن عندما يريد أن يبين عقيدة من العقائد يخاطب الفطرة ويخاطب العقل هناك طريقتان في الاستدلال حتى في الحوزات العلمية من القديم وإلى الآن هناك طريقتان أو منهجان للاستدلال المنهج الأول نقدر نسميه المنهج القرآني منهج القرآن الآن أبين شنو منهج القرآن المنهج الآخر المنهج الفلسفي أو العرفاني طبعا العرفان هنا ما يجي أكثر شيء المناهج الفلسفية المناهج الفلسفية نقراها في الحوزات طبعا ولكن لا نعتمد عليها لأنها من صنع البشر المنهج نفسه الاستدلالات والبراهين التي يقيمونها من صنع أفكار البشر أفكار البشر ربما تخطئ وبالفعل عندما تقرأ المنهج الفلسفي تراه أنه وصل إلى طريق مسدود فمن باب المثال فوصل إلى الجبر مثلا يقول احنا مجبورين الطريقة تودي إلى هذا المنهج البحث شوي علمي لا لا أو يذهب إلى أن كل شيء قديم أو يذهب إلى وحدة الوجود إذا سامعين به يعني كل شيء الله نستجرب الله أستغفر الله وما أشبه المنهج القرآني ليش نقبل إحنا لأنه منهج وضعه الله سبحانه وتعالى وهو أدرى من نفوسنا وعقولنا وفطارنا فطرتنا يعني الإشكال الأول أنه المناهج البشرية توصلنا إلى الباطل هذه واحدة طبعا هذا بحث طويل في الحوزات يمكن سنة يطول البحث أو أكثر المشكل الثاني أنه المنهج الفلسفي خاص معام يعني أنت لازم تقرأ فلسفة أول شيء منطق أول شيء يقول ناحو الصرف يظني إلى أن تصل إلى المنطق بعدين بعد المنطق تقرأ كلام علم الكلام بعدين توصل إلى الفلسفة يعني هذا إذا فاد يفيد علم للخواص العلماء القرآن هل يخاطب العلماء فقط أو يخاطب عامة الناس يخاطب عامة الناس لذلك يقول يا أيها الناس ما يقول يا أيها الفلسفة أو يا أيها العلماء أو يا أيها الحوزويون أو يا أيها المتكلمون لا يخاطب العامي يخاطب الفلاح يخاطب الكاسب يخاطب المتعلم أيضا طريقة سهلة طريقة هينة أسلوب واضح يتفق مع العقل والفطرة هذا هو هذا خلاصة بحثنا هذه الليلة طبعا تعقيبا للآيات التي نتلوها إذا يريد يستدل بالله سبحانه وتعالى ما يقول ما يجي بإصطلاحات فلسفية معقدة اللي بالقوة احنا بالحوزات بالقوة نفهمها فكيف الناس مثلا يقول انظر إلى السماء والأرض انظر إلى الكرات انظر إلى هذا التدبير العجيب في الليل والنهار انظر إلى أن الليل سكن والنهار بصير يعني مبصر انظر إلى النجوم انظر إلى الأحيوانات انظر إلى النباتات انظر إلى نفسك إلى أعضائك عندما يخاطب القرآن يخاطب كل شخص العالم الجاهل العقروي اللي يشتغل في الفلاحة في الزراعة يفهم هذا لا يحتاج تعقيد أبدا من أول القرآن إلى آخر القرآن جيبوا آية فيها مناهج فلسفية أبدا أبدا ماكم كلها مناهج احنا نسميها وحيانية يعني من الوحي سميها منهج قرآني خاص هذه الآيات التي نقرأها الآن يمس شعور الإنسان فطرة الإنسان عقل الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعني انتبهوا ألا قلنا أداة انتباه ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض لأن هما شنو سووا والمشركين سووا خلقوا صنعوا شركاء لله طبعا الجاهلية في القديم وإلى الآن أنواع الشرك أيضا أنواع منهم من كان يصنع وثنا صنما من الحجر أو من التمر ويعبده وهي قسم قسم كانوا يعبدون النجوم قسم كانوا يعبدون الشمس أو القمر قسم كانوا يعبدون الملائكة قسم كانوا يعبدون الجن وقسم عباد الشيطان استجيروا الله خب هل الغوقاء الفكري الذي كان سائدا في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية وإلى الآن الله يقول أنتم تقولون أن هذه الأصنام شركاء لله خب الشريك سؤال عقلاني سؤال فطري الشريك أنا ليش أخذ الشريك أصلا في تجارتي في سوقي في الذهاب إلى السفر ليش أخذ شريك لحاجتي أنا أعرف صنعة فلوس ما عندي أجي أسوي مضاربة معاك أقول أنت عندك فلوس نسوي مضاربة مضاربة يعني شنو هذه بالشريعة موجودة الفلوس منك شوال مني الربع نتفق عليه إما ربع ثلاثة أربع أما نص نص ليش أخذ شريك ليش محتاج هل الله محتاج حتى يأخذ شريك شوفوا يمس شعور البشر عقل البشر فطرة البشر رأسا يقول ألا انتبهوا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أنتم تأخذون الجن شركاء تأخذون الملائكة شركاء أنتم المسيحيون تأخذون عيسى شريكا لله شلون هذي هل الله كان يحتاج إلى شريك الذي له له يعني شنو يعني ملكه مالك أصلا لأنه هو خلقهم ألا إن لله لام يسموه لام الملكية مثل ما تقول هذا الكتاب إلي إلي يعني شنو يعني ملكي ألا إن لله من في السماوات ما قال ما يعني العقلاء عيسى وغيره الملائكة وغيرهم من في السماوات ومن في الأرض فالذي ملكه كل السماوات والأرض ومن فيهن هل يحتاج إلى شريك لا لأن عادة الإنسان عندما يأخذ شريك أو ولد مثلا يريد ولد إما لحاجة عاطفية كل متزوج ومتزوجة يشتاقون أن الله يرزقهم ولد ليش يشتاقون أصلا الله جعل في فطرتهم فكرة التناسل حتى هذه النسل يبقى إحنا ولدنا من آبائنا آبائنا ولدوا من أجدادنا أجدادنا ولدوا من أجدادهم وهكذا هاي السلسلة لازم تبقى هاي أولا ثانيا كل واحد عاطفين يحتاج إلى ولد إلى أولاد ثالثا يحتاج إلى عونهم يقول أنا لما أشيب أهرم أكبر أصير كبير السن هذا ولدي يعاوني يساعدني فأنا محتاج فآخذ ولد أطلب من الله ولد الله ليس من محتاج هو مالك الكل وليس محتاجا والآية التي قبلها كيف قلنا إن العزة لله جميعا العزة يعني القدرة كلها لله أكرر الآية التصور صار واضح ألا يعني انتبهوا أيها الناس إن لله من في السماوات ومن في الأرض ملكه مالكنا مالك من في السماوات ومن في الأرض ومالك بعد شنو وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أيضا مالك لما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إحني هاي الأصنام اللي تعبدوها هذه أيضا ملك لله ليش لن هو خلق هذا الحجر الذي يصنعون منه الوثن والصنم هذا الحجر ملك لمن ملك لله فالذي جعلتم شركاء أيضا ملك لله مملكون لله فليش يسون الشكل لماذا يتبعون هذه المناهج الباطلة هذه الأفكار الباطلة إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون قلنا قبل كم ليلة في آية أخرى أنه احنا عندنا وهم وشك وظن ويقين قطع أفوان قطع الذي يوصلك إلى الحقيقة هو القطع الظن ما يوصلك إلى الحقيقة الحدس حدس يعني شنو يعني أتصور شدي أتصور بالنسبة للحقيقة ما تجي لازم يقين عندك أنت أنت في الأشياء البسيطة تتوسل إلى اليقين إذا تريد تروح إلى الحج إن شاء الله تسأل أي طريق أسلك وأحسن للذهاب إلى المدينة وإلى مكة حتى تتيقن أن هذا الطريق أو هذه الطرق سالكة وجيدة وتوصلك إلى المقصود فكيف بالعقيدة إن يتبعون إلا الظن هذا ظنهم يفكر هالشكل فهذا مو دليل وإنهم يعني ما هم هنا نافية وما هم يعني وإنهم إلا يخرصون يخرصون يعني يحدثون وهم هذا ما مستدل على يعني ما متك على دليل رأسا يحول القرآن إلى مشهد آخر من مشاهد عظمته عظمة الخلقة هو الذي هو يعني الله هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه انظروا إلى هذه النعمة البسيطة إحنا إخواني متعودين على هذه النعم ولذلك ما نعيرها أهمية ليش يصير ليل ويصير نهار كله كان يكون نهار أو كله كان يكون ليل شوفوا النعمة البسيطة اللي إحنا غافلين عنها هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه الله خلق حالتين في 24 ساعة 12 ساعة تقريبا أقل أكثر ليل 12 ساعة أقل أو أكثر نهار ليش لماذا لأن الله خلقنا ويعلم بحاجتنا هو الذي جعل لكم أيها الناس الليلة لتسكنوا فيه تنامون ترتاحون جايين من الشغل 12 ساعة اشتغلته هذا سائق هذا فلاح هذا مزارع هذا بالسوق هذا في الدواء الحكومية هذا في المدرسة يتعب يحتاج إلى سكن إلى راحة لتسكنوا تسكنوا لترتاحوا لتسكنوا فيه يعني في الليل بعد شنو والنهار يعني وجعل النهار مبصرا مبصرا يعني نور بها ليش حتى تشتغلون حتى تتعلمون حتى تزرعون حتى تقدحون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يعني فقط النظرة الفطرية والعقلانية إلى الليل والنهار فقط لتروح إلى المجرات والأفلاك والحيوانات والجبال والنباتات كلها من عظمة الله سبحانه وتعالى لتروح انظر إلى الليل والنهار فقط هاتان الآيتان العظيمتان اللي احنا غافلين عنها ليل نهار ليل نهار ليل نهار الليل للسكن الآن طبعا بالعكس صحيح إذا شهر رمضان ما يخالف إذا خالف التعليق بعض العلماء في تفسير هذه الآية يقولون أكو روايات عديدة أن الإنسان في الظلام يحتاج إلى السكون اللي نقعد بالديوانيات وفي المدارس الفكرية لا يخاطب العقل يخاطب الفطرة يقول انظر إلى هذا الليل والنهار فقط هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك يعني في هاتين الآيتين العلامتين القدرتين اللي احنا غافلين عنها لآيات يعني علامات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى لتسكنوا فيه والنهار يطول الليل والنهار يطول النهار ويقصر ضمن معادلة دقيقة دقيقة إلى أبعد الحدود حتى المنجمين يقدرون يقولون لك في اللحظة الفلانية مو في الدقيقة مو في الساعة في اللحظة الفلانية الشمس تطلع من المكان الفلاني هذا في علم الأفلاق موجود بعض في علم النجوم في علم الفلك اللي عندهم ارتباط مع هاي العلم يعرفوها شنو هاد دقة من يدبر هذا الأمر أن كل شيء بدقة ومن دون أي اختلاف يصير ليل يصير نهار يصير ليل يصير نهار هذه آية لآيات إلما لهذه الآيات لقوم يسمعون قبل كم ليلة قرأنا شنو قرأنا أنه أنت تسمع الصم بشكل قال أصوى أنت يا رسول الله تقدر واحد اللي أصم تسمعه هو مو أصم هو ده يسمع بس ما يفعل سمعه ما يفعل عقله هذه المشكلة لقوم يسمعون يعني يستمعون فيعون فيدركون هذا موضوع الثاني الموضوع الثالث في هذه الليلة الاتهام القبيح الذي كانوا يتهمون به الجاهلون في العهد الجاهلية كانوا يقولون الله اتخذ ولدا والعياذ بالله شنون كانوا يعتقدون بالملائكة يقولون أكو ملائكة هذه الملائكة أولاد لله لأن الله ما يريد وأولاد ولد اتخذ ما يقولون أولده بعضهم كانوا يقولون أولده يعني كان مثل الإنسان شنون يولد كذلك الله بعضهم كانوا يقولون اتخذ اتخذ يعني شنون اللي يأخذون أولاد للتبني اللهم كان محتاج قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كلمة واحدة يرد سبحانه يعني ننزه الله سبحانه وتعالى ننزهه تنزيها نسبحه سبحانه الله الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد وله ملك السماوات والأرض ومن فيه النا وما فيه النا هذا يحتاج إلى ولد هو الغني عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء لأن إذا احتاج إلى شيء فهو مصنوع فهو مصنوع بعد ليجل أنه يحتاج إلى واحد ثاني مغني له ما في السماوات وما في الأرض انتوا تقولون أنه ولد ما خير كل السماوات وما فيهن وكل الأراضين وما فيهن له يعني ملكه اللي ملكه كله وهو خالقها ومالكها ما يحتاج إلى ولد إن عندكم من سلطان بهذا إن يعني ما عندكم ما عندكم من سلطان برهان ما عندكم البرهان يسميه الله سلطان لأن السلطان هو الذي يتسلط على فكر الناس فإن دليل ما عندكم برهان ما عندكم إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون كله من الجهل ومن التخلف عاقبة هؤلاء شنون عاقبة هؤلاء الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى باتخاذ الولد أو يجعلون له شركاء قل يا رسول الله قل لهم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يقولون له ما يفلحون يعني ما ينجحون لا في الدنيا ولا في الآخرة شلون في الدنيا ما ينجحون شوفوا المجتمع الجاهلي سواء في زمن رسول الله أو في زماننا الآن المجتمع الملحد المجتمع المشرك المجتمع الذي لا يتبع طريق الحق كل رذيلة تصبح عندها فضيلة الآن ليش هالمشاكل موجودة في الدنيا لعدم الارتباط بالله سبحانه وتعالى الشرك الإلحاد الكفر يؤدي بالمجتمعات إلى الانهيار فقط فلاح ماكم راح ماكم الآن المجتمع الجاهلي في القرن العشرين أو الواحد والعشرين حتى في أرقى المستويات في الغرب هذول مجتمعاتهم مهترئة فاسدة ما مستقرة نسبة الانتحار أعلى نسب نسبة التفكك الأسري أعلى نسبة نسبة الطلاق حتى في مجتمعاتنا صاير أيضاً مع الأسف أعلى نسبة التفكك الأسري الاختباط الفساد الميوع هذه كلها شنو من عدم العقيدة بالله سبحانه وتعالى وقوانين الله ولذلك يقول قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بعض المفسرين يقولون لا يفلحون في الآخرة لا لا يفلحون في الدنيا والآخرة في الدنيا مجتمعات مهترئة فاسدة وتفسخة ساقطة وفي الآخرة عذاب متاع في الدنيا فقط يتمتعون في متاع الدنيا كم يوم ينامون يستيقظون يأكلون يشربون يرتاحون يمرحون كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول بالنسبة إلى هؤلاء همهم علفهم وهذه كلام أمير المؤمنين مثل الحيوانات يعيشون هذا مو مجتمع راقي ولذلك تشوف حروب تصير مشاكل تصير ظلم يصير تعسف يصير تعدي على بقية الشعوب هذه كلها من شنو؟ من عدم الاعتقاد بالله وبالآخرة متاع في الدنيا ولكن المتاع المتاع يقال للذي تتمتع به ثم تلقيه بعد خلص أنا أتمتع بمنديل بعدين أنا مقطة يروح هذا يسمون متاع متاع في الدنيا ولكن بالآخرة شنو ثم إلينا مرجعهم الكل يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون العذاب الشديد للكافرين طبعا دائما نقول المقصرين ليس القاصرين خلاصة هذه الآيات أن الحياة الفالحة الموفقة هي تلك الحياة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبربوبية الله سبحانه وتعالى وبقوانين الله سبحانه وتعالى وبشرائع الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى إنعام صل على محمد وآل محمد طوبى لمن تواضع لله عز ذكره نحن نعتقد بالله ولكن نتواضع لله التواضع على قسمين قسم عملي وقسم نفساني روحي معنوي المعنوي والنفساني والروحي أنه حقيقة الإنسان يتيقن أنه عبد من عبيد الله محتاج إلى فضله هذا أولا ثانيا يتواضع لقوانينه يتواضع لأوامره ينتهي من نواهيه طوبى يعني الشجرة التي في الجنة أو حسب ما نقول هنيئا له أولا بالطريقة العامية نيالة هذا فائز هذا من الفائز من تواضع لله عز ذكره بعد منه وزهد فيما أحل أو أحل إذا قلنا أحل يعني أحل الله وزهد فيما أحل له من غير رغبة عن سنتي هذا شوية بيت تفصيل الزهد ليست ترك الدنيا لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يترك سنته يقول ليش مت الزواج يقول أشكل أحسن واحد أريح سنة رسول الله الزواج سنة رسول الله أن الإنسان يرتاح يأكل ينام يستيقظ يسافر يصل رحمه هذه كل من الأشياء اللي سنن رسول الله الزهد منه الزهد يعني ما يتعلق قلب بالدنيا ما يتهمه ولكن من غير رغبة عن سنة رسول الله ورفض زهرة الدنيا أو زهرة الدنيا الصور زهرة أفضل ورفض زهرة الدنيا يعني الأشياء اللي بريق الدنيا يرفضها أيضا من غير تحول عن سنتي بريق الدنيا العطر لا المؤمن يتعطر يلبس أحسن الثياب أنظف الثياب يغتسل يتوضأ يغسل يديه قبل الأكل يغسل يديه بعد الأكل هذه كله زهرة الحياة بس ما يزهد فيها واتبع الأخيار إذا يريد أن يكون طوبى له يتبع الأخيار واتبع الأخيار من عترتي من بعدي يعني يتبع آل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بعد شنو وخالط أهل الفقه والحكمة إذا يريد يتخذ صديق يتخذ صديقا فقيها حكيما يعلمه الحكمة والفقه والدين والأحكام الشرعية هذا الشخص الذي يفوز بعد الخامس والرحمة أهل المسكنة هذه صفات للمؤمنين الذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم بالفائزين طوبى لهم اللهم اجعلنا منهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عواقبنا اللهم ارحم موتانا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر ترجمة نانسي قنقر